شارك وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح في الدورة الرابعة للمجلس العربي للسكان والتنمية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض وناقشت الدورة التي حضرها عددا من الوزراء المعنيين بالسكان والتنمية ورؤساء الوفود من 21 دولة عربية المواضيع والقرارات السكانية وتأثيراتها على التنمية الاقتصادية والسكانية واستعرض بحيبح الأوضاع الصعبة التي يعيشها اليمن مع استمرار جرائم ميليشيا الحوثي الإرهابية في زعزعة الأمن الوطني والإقليمي وما يرتكبونه من انتهاكات جسيمة وتغيرات ديمغرافية وسكانية في بلادنا وأبرزها جرائمهم بحق المواطنين وتهجيرهم من منازلهم ومدنهم وهو ما تسبب بتداعيات اقتصادية واجتماعية كارثة تعاني منها اليمن مثمنا الدعم المقدم لبلادنا من قبل الأشقاء وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية في تخفيث معاناة المواطنين والنازحين ترجمة نانسي قنقر